كل منا الآن قد يكون ساهياً تائهاً في حياته ولكنه سينتبه ويستيقظ عندما مات وسيتمنى حين لا ينفعه التمني فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين يا قلب هيا نتوب كفانا ذنوب كفانا ذنوب كفانا 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 ذنوب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج برساة النجاح وموضوع حلقتنا اليوم هو غفلة الإنسان عن الموت وسهوه عن العبادة كل منا الآن قد يكون ساهياً تائهاً في حياته ولكنه سينتبه ويستيقظ عند مماته عند مفارقته دنياه وأهله وماله وسيتمنى حين لا ينفعه التمني فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين فإنك إن أخرتني فأتصدق بزكاة مالي وأعمل بطاعتك وأؤدي فرائضك وأجتنب محارمك وما علمت أن الموت يأتي بغته أو أموت بسبب حادثة مخيفة أو أموت قبل شبابي وإن علمت ذلك لتزودت من الصالحات لنفسي ولكن عند ذلك لا ينفعه الأسف والندم وإنما ينفعه طاعة الله سبحانه وتعالى فينبغي أيها الأحبة محاسبة النفس باستمرار لأنها تساهم في تعديل القيم والموازين وتعديل الحكم والتقدير وتعديل الأخلاق فهي التي تخلق في أعماق الإنسان قوة في الضمير وطهارة في المشاعر وضخامة في الاهتمامات ورفعة في الأخلاق واستقامة في السلوك إلى هنا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وغدا لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر